هذا وأعرب البيان الختمي للقمة العربية عن قلقه من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا محذرا من أن محاولة الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وأكد التزام القادة العرب تكريس جميع الإمكانيات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهات العسكرية والأمنية والفكرية وأكد البيان على سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طمب الكبرى والصغرى وأبو مر